تتشح كربلاء المقدسة بالسواد ذالاً لاستقبال شهر محرم الحرام فيما بدأ أصحاب المواكب بنصب سرادقتهم بالتزامن مع دخول الخطة الأمنية والخدمية حيز التنفيذ أيام أقل إلا تفصل مدينة كربلاء عن استقبال موسم الشعائر الدينية حيث بدأت أولى ملامح الحداد خلال عشراء واضحة في معظم طرق المدينة وسط استعداد تام أبدته جهات معلية أهمها مدرية بلدية كربلاء بلدية كربلاء استعدت كامل استعداداتها منذ شهور انطلقت استعداداتها من خلال تهيئة مستلزمات أولاً مستلزمات السلامة والعمل لمهندسي النظافة في بلدية كربلاء حيث تم توفير كافة العدد والمواد التي تطلب الوقاية من هذه الأجواء الحارة من ملابس متخصصة من خوض من يلقات تحذيرية للعمال التخصصية أيضاً سوف تشهد زيارة هذا العام هناك فرق طوعية تشارك مع بلدية كربلاء من منظمات مجتمع مدني من طلبة أصحاب المواكب الحسينية بدأ معظمهم بنصب سرادق المواكب في وقت مبكر والحديث عن دور هذه المواكب التي يصل عددها بالألافة يقترن دائماً بتقديم الخدمات المتنوعة لزائريدة من طعام ومأوى وخدمات إرشادية مختلفة نقوم كل سنة بهذا المصابي الأليم علينا وعلى أمة محمد وعلى الشيعة جمعاء هذه المصيبة الأليمة نتحذر بهذا الشائر إجقد ما هي مصيبة إجقد ما إحنا نستعد ونفرح بعملنا لتقديم الخدمة لأ الله سبحانه وتعالى والمولاي وسيدي أبا عبد الله إحنا هاي كل سنة إن شاء الله طرف العباسية وولدي الحسين يقومون بالاستعداد شهر محرم الحرام نصب التكية عندنا طبوخ عندنا توزيع وولدي الحسين اللي يتبرع اللي يساهم بالمي بالتشاي فهيا كل سنة إن شاء الله إحنا على الخدمة مستمري طبعاً شي يكيد الخدمات اللي نقدمها ثلاث وجبات طعام ريوق وغداء وعشاء أضافة الزائر اللي ما عنده مبيت يجيبات بلاش إحنا عندنا من المحافظات يجون يومنا عشر تيام همين يزلون زنجيل ويخدمون وكون إحنا بخدمتهم هاي زائر أجنبي عراقي من المحافظات إحنا بخدمته ويأمرنا أمر وإحنا خدام الحسين وهي مدينة كربلا فاتح الأبواب والحسينيات لكل زوار إمام الحسين تغيب التخصصات المالية وعن ملف الزيارات المليونية حتى اللحظة ويحضر بقوة عامل حرارة التقس حيث سيمثل التحدي الأبرز أمام الجميع من زائرين وأصحاب مواكب حسينيتنا ودوائر خدمية ما يعني أن هناك جهود مضاعفة قد تظهر في الأفق لسيطرة على هذا المتغير من كربلاء المقدسة مآثر طالب قناة الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر